تسارع وطيرة التطورات التي تشهدها الساحة السورية بصورة عامة والمعارك في حلب بصورة خاصة أعاد إلى واجهة الاهتمام في إسرائيل الحديث عن فشل التقديرات الاستخبارية الإسرائيلية في توقع مسار الوضع في سوريا مع انطلاق الحرب فيها إنجازات الجيش السوري وحلفائه على أرض المعركة أظهرت بحسب مراقبين في إسرائيل الخطأ الذي وقعت فيه الاستخبارات الإسرائيلية وكبار المسؤولين فيها عندما سارعت للتنبؤ بقرب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد عائلة الأسد أنهت وظيفتها التاريخية وهي ستختفي وعلى ما يبدو في غضون عدة أسابيع معلقون قالوا إن فشل التقديرات الإسرائيلية فيما خص الوضع في سوريا يعد خطأا استراتيجيا إذ بني على هذه التقديرات للتعاطي مع التبدلات التي شهدتها المنطقة أنا أذكر تقديرات كل رؤساء الاستخبارات لقد قالوا على نحو واضح إن أيام الأسد معدودة وإنه سيسقط قريبا وإنه ليس لديه القدرة على الوقوف بوجه التمرد لكن منذ ذلك الوقت تعلمنا أن نعد حتى العشرة في عادة الجزء الأكبر من حلب وما يعنيه ذلك استراتيجيا ومعنويا يظهران بحسب محللين الصورة الكبيرة التي يبدو فيها الرئيس السوري بشار الأسد صاحب البيت من جديد كل زعماء العرب سواء كان مبارك أو رئيس تونس سقطوا مثل أحجار الدومينو الواحدة والآخر لكن بشار الأسد الذي نعاه الجميع وكلهم قالوا إن أيامه معدودة فجأة يبدو أن الذين نعوه كانوا يهذون فهو ما زال في القصر في دمشق وهو قريب من أن يعيد لنفسه السيطرة ليس على كل سوريا التي كانت ولكن ليكون الرئيس الشرعي لأن دولا عظمى مثل روسيا تدعمه حقيقة التطورات في سوريا علمت رجال الاستخبارات في إسرائيل في السنوات الخمس الأخيرة درسا في التواضع يقول مراقبون وشعلتهم يدركون أنه ليس لديهم أي ميزة في تقدير التغييرات والتوجهات الاجتماعية بالحجم الذي تشهده المنطقة